موسيقى 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 السلام عليكم النهاردة ان شاء الله حلقة جديدة من اي جي دوك شو و هنتكلم النهاردة عن الكن كورسو مع مستر وليد حامد هيقولين النهاردة معلومت كثير عن البريد و ان شاء الله تعجبكم انا ياسمي وليد حامد صاحب مصرعة انيمال غيت انا ببريد كين كورسو بقى لي بالظبط في كين كورسو من 2015 الحمد لله اعتقد ان انا ابتديت اعمل اسم كويس في كين كورسو ارتباطي بالكين كورسو ارتباط بشخصية الكلب اكتر يعني ممكن مواصفات الكلب ما تهمنيش قوي قد كانت تهمني علاق شخصية الكلب وبعد كده دخلنا في الحمد لله رب العالمين المواصفات بقت حاجة مهمة جدا بالنسبة مع شخصية الكلب فعلا شخصية كين كورسو بتكبر اي حد انه يحترمها ويحبها فكانت هي بداية بكلب واحد كين كورسو ووسطت مرحلة ان احنا ان ابدأ بنتكلم في حوالي 40 كلب ما شاء الله كين كورسو معلومات عن كلب كين كورسو كلب ايطالي اللي هو ايطاليا المسطف الكلب ده ظهر ليه اثار من القرن الخمستاشر كان بيستخدم في الحروب لانه من الكلاب كين كورسو باليطالي يعني الكلب الحالي هي جينات كين كورسو فعلا معظمها متركزة في يعني الجرو من صغره لو سمع صوت عالي تلهي جيه وقفه قدام صاحبه وفتح سدره مش بالنوع اللي بيجري يستخبه ولا صاحبه ولا حاجة بالعكس هو دايما سابق صاحبه وكل همه ان هو واقف قدامه يحمينه فهو كان طلع في قرن الخمستاشر وكان بيستخدم في الحروب ولحد الحرب العالمية التانية ابتدى الكلب بيحصل له نوع من الانخراط من قدر ما كان بيستخدم في الحروب ورجع قداني يهتموا البريد داوت سنة 1982 وابتدى يحصل البريدين بتاعه في امريكا وابتدى يرجع تاني بعد ما كان خلاص اختفر فهو نقدر نقول عليه انه هو من اقدم الكلاب اللي ظهرت بداياته كانت سيما بقول لك في القرن الخمستاشر وبس ومن ساعة القديمة بقى في 1982 ابتدى بقى خلاص يستمر عادي وابتدى يبقى لي بيوت كتير هاوي طبعا اساسها البيوت الاطالية لو نازل اشتري كلب او جارو كين كورسو ايه الحاجات المفروض اخد بالي منها وانا بشتري لو انا ما عنديش خبرة في البريد او في الكلاب عامة تانية خلينا نتفق ان في اتحاد دولي اسمه زي مثلا لو الكورة ليها الفيفا فالكلاب ليها الاف سي ايه الاف سي ايه دي حطت نوعينة للكلب عشان يبقى دوت اسمه وعشان كلب يتبريد منه لازم تروح تشترك في مصابقة بتاخد حاجة اسمها اللي هي حط حق الانتاج من الكلب او من الكلبة لازم يشوفوا حكم والحكام دي طبعا بتبقى مذكرة وفهمة ومعظمهم وشايفوك حاجات كتير قوي وبيمشوا تبقى فيه كتاب زي ما يقول زي ما قال الكتاب بيشوف المواصفات ايه هي عشان يقول الكلب دوت اوكي ينفع انتاج منه ولا لا ما ينفعش انتاج منه سواء الذكر او نتاج اه انا كرجل بفروض ان انا رايح اشتري ابن الكلب المكتب بطاعة نصر زي ما قلنا الفيفا اللي فيه اتحاد الكورينا هناك الافشي ايه هنا في حاجة اسمها الجماعية المصرية اللي حفاظها على السلالات فهي المقصود بيها ان احنا بنحافظ على السلالات النقية فبالتالي اول حاجة تهمني وانا بجيب جاره ان يكون فيه شهادة اللي هي بيقال عليها الجديد ده يتسمى البيديجريد. اه من ال TKF اللي هي اه وكيل ال FCI هنا في مصر او او الممثل ال FCI في مصر. اللي هو ماشي بالكتاب اللي فيه المواصفات. اه كون ان فيه ورقة بتقول ان الكلب ده اه البديجريد بتاعه. بيجيب لحد الرابع. ده بيثبت حاجات كتير قوي بقى بيثبت ان مفيش تدخل في يعني مفيش مسلا اب متجاوز بنته مفيش اخة متجاوز اخته. فبالتالي بيبقى خالي من الامراض الورصية المتوقعة. فطبعا اول حاجة بننصح ليه حاجة ان هو ما تشتيش كلبه من دلورة. لان للاسف اه في بعض الناس ابتدوا اه مسلا يقولوا اه ده يعني عايش كلب عايش كلب جزء قصير. فابتدوا يعملوا حاجات على حاجات عشان يطلعوا شكل اه بكلب بوز قصير. مع ممكن يتبقى كده الكلب ده اصلا مالوش علاقة بكل كورس خالف. مفيش حاجة اسمها اه بوز قصير بوز طويل. في حاجة اسمها علاقة من الجنجمة والمزء البوز ده. يعني جنجمة كورسو لازم تبقى ده يعني او خدت بالنسبة واحد لاثنين. ومفروض بيبقى مسلا المساحة من هنا الصوت ديها لحد هنا يا نفس المساحة من هنا لحد هنا. عشان كده اقضى اعرف ان الكلب ده مواصفوت شك واس وعمل ازاي. كل دوت ممكن يبقى يبنشوا الكلب صغير. فعالاقل مضمن نفسي ان الكلاب دي ده بورقة. الكلاب دي ليه شهدات ناسها. اعرف مين ابوها ومين عرف ان كلبي تبانا كده على الاقل متضمن بنسبة سبعين في المائة. التلاتين في المائة التانية بقى لو انا زكرت وقريت مواصفات الكني كورسو وطبقتها على الكلب. فانا انا كنصيح على اي حد عايز يبدأ اه تربيه الكلب ان هو مش كني كورسو بس بلاش تعتمد على كلام اللي هي مجبولة للمسا. اا اي فيلد في الدنيا اي مجال في الدنيا فيه كويش وفيه وعش. ففيه ناس كتير قوي ممكن تبقى عاملة ترتيبات معينة تبقى عارفة ان الكلب عنده امراض جين يعني مثلا فيه امراض بتورس يعني مثلا الهيب دي سبريزي اللي هو الفعوب مثلا المشكلة في الفعوب ده بتورس. بالنسبة لقص ودن وديل كين كورسو ده مصرح به في الشوهات والمسابات? اا بصة اا لحد الفين خمسة وعشرين مصرح بالدخول بعد الفين خمسة وعشرين هيبقى اا ممنوع وعشان كده فيه بلاد كتير منعت خلاص يعني في اا مهظم اوروبا لما بتيجي تستورد منهم جراوي دولاتي مش قصين. اا في بلاد في روبار لسا بتغص بس مفروض لحد الفين خمسة وعشرين مش هيبقى في قص. لو دلوقتي انا تعدية ما نزلت اشتريت الجارو آآ جبت انتاية. عايز يا ربى من حضرتك إمتى اجوز النتاية دي? بص يا طبعا الي puisque الحنا بنعديها ويفضل كمان التعدي التانية. اا الا الكلب الدين كورسو بيقض يجبر لحد جسما سنة ونص. وآآ وراس لحد سنتين. وممكن كمان بتاع الجسم يفتح ويقفل لحد السنة التالتة.فعلاقل بنسيب النتاية لحد السنة ونص يفضل لأ ما تتجوز على اساس انها تسيبها اه تاخد الشيب كامل البكر ممكن اجوزه بدري مش ما بتفرقش مع حاجة بالعكس دي بتدينه شيب احلى النتاية لا يفضل في في البريتز الكبيرة انك تفاول اول تنو بيريود يعني اول اتنين يفضل انك تسيبهم يعني دلوقتي عايزين يعرف من حضرتك اه الفيتامينات اللي المفروضة تديها للكلبة اه اثناء فترة الحيب بص ايا من اول الهيت ممفروض ما بتيجي بتدي اه فوليك اسد وبريجناكير بتيجي على اليوم الخمسة واربعين توقف فوليك اسد واليوم الخمسة واربعين بعمل حمل ان شاء الله يعني وتكمل بريجناكير لحد للكلبة ما تفتل دول اهم اثنين فيتاميز ممكن تديهم للكلبة خلال الفترة دي دلوقتي وانا بشتري جارو الاهالي بيكون ليهم اه عامل اه وانا بشتري جارو يعني دلوقتي ان انا شوف الاهالي الاب والام هل بيكون ليهم عامل في اختيار جارو وهل بيكون ليهم بصمة في تقليب جارو اه بصك زي ما كنا بنتكلم على قصة الورق وان انا باقود كلب عشان اضبضاء من الجينات يعني دا انا بسميه ايلو الجونيور انا لو جبت الاب اللي كان معايا من شوية لو جبت وقفت الاثنين دا تحس ان انت عملت بس كل اللي انت عملتو الكلب الكلب هو هو بالزبط بس الموجه اصغر جسمه اصغر كل عاجة عشان طبعا فرق السن بس هي النقطة كلها ان الكلاب اللي هي بتبقى بورق مو كلاب محترمة بتبقى زي ما بيقولو البصمة بتاعتها واضحة يعني دا جيل اه لو ابنه لو في عندي بقى اصغر منه كمان لو جبتهم تحس انه برضو دا عمله اكتر فبدا معانا ان الكلب الجينات بتاعته سليمة مية في المية الحمد والله فبتورس للجيل اللي بعدية عشان كده بننصح كلمة الورقة لان دا بيخليك دا من على الاقل ان اللي انا شايفه الاب اللي انا شايفه دا هشوفه فجره دا لما يجبه يعني انت اه يعني هو دا ست شهور اه بس اه اه ست شهور عاي خليك اه يعني ابوه بس يابني دلوقتي عايز اعرف بقى انا خلاص اشتريت الجار وعايز اعرف ايه تطعمات المفروض يخدها الجار وعشان احافظ على صحته بص يعني يفضل طبعا ان هو هيكون على الاقل واخد التطعيم وعدى من التطعيم اللي هو اول تطعيم اخده اللي هو اه يعني اه كل شيخ ليه طريقة فيه ناس بتبدأ التطعيمات اتنين وثلاثين يوم وبعد كده اه تطدي اللي هو السنائي بعد خمسة واربين يوم وفيه ناس بتبدأ من الخمسة واربين يوم وتش اللي انا بفضلها يعني ليه تبقى خمسي او ثماني فعالاقل تخليه ياخد التطعيم اللي هو الاولاني خمسة واربين يوم ويستنى في مكانه اسبوع مثلا او عشر تيام وبعدين تاخده دا افضل سن ممكن تاخد فيه الكلب وفيه ناس بتفضل انها تاخد الكلب بعد تالت تطعيم فده بيبقى امان اكتر ان انت تخلص بخلص تطعيماتك كلها بس هو العادي انك ممكن تبدأ من بعد سنة الخمسة واربين يوم بنأول ياخد اول تطعيم وبعدين عب عشر تيام تستلم كلبك بس طبعا هيبقى فيه بقى اجراء للتربية حاجات للتربية عشان الكلمة زي نقول ما يبص منك لازم تسأل البريدر هتأكل ايه او لازم البريدر يقولك هتأكل ايه هتعايش فين بس دي اسألة مهمة عما كتب دلوقتي خلاص الجر واخدته معي البيت عايز اعرف بقى ااكله ايه طبعا من اسرار البريدر اللي يقولك بيأكل ايه وتعمل ايه يعني احنا لما بدنا نستورد من بره كان اصعب حاجة ان يقولك بأكل ايه اا خلينا نقول ان احسن حاجة ان انت لحد سنة ستة شهور ما تغيرش درايفوت ومن بعد سنة ستة شهور تبتدي بقى تركز اا في البروتينز اا ويفضل انك تأكد ناية من بعد ستة شهور ويفضل برضو ان انت في الفترة الاولانية حتى هو صغير ناية شوية اا مثلا اا اا فيه للاسف معتقد خطأ يقولك للناس بالذات يقولك لا الكلب الناية يسرعوا يجيلوا صارعا يا جماعة مش حاجة اسمها كده ربنا خلق الكلب ياكل ناية دلوقتي احنا بنشوف ايفنتات كتير وشوهات كتير بتعمل في مصر هنا اا عايزين نعرف دي بتكون معتمدة من اكي اف ولا الشوهات دي ما بتكونش معتمدة اصلا فبا اقولك انت لما بتيجي لبعض الايفنتات اللي هي جميلة وجمال ونشط جميل وربي يستمر على طول بس يا ريت تب انفهم المشتركين جوه النشطات ديت ان انت ده شوه ترفيق ايه دي مش مش شوه رسمي مش حكام من الاف سي اي جايين يبصوا ويقيموا الكلب بجد عشان يديلوا ريتس بجد يعني من غير الاف سي اي مش عبا فيه ريتس عشان اعرف كلب ده كويس ولا وحش الكلب ده ينفع تريد منه ما ينفعش تريد منه فيه في مصر يعني الحمد لله رب العالمين بقت اساميها كبيرة جدا في يعني انا ممكن اكون اخرهم بس عندنا بسم الله مساء الله اساطير وبقت كلابهم برا مصر عندنا حد زي احمد جابر عندنا حد زي محمد حشال عندنا حد زي ميك المقار عندنا حد ناس كتير مش عادي مش عادي مش عادي مش عادي عامسى اسم منهم ناس كتير محترمين جدا بقت متلابهم بتسافر برا احنا بقينا نصدر برا فلما وبقى لقينا العين بقت خلاص بقينا احد البلاد اللي بقت ليها مكانة في الكيني كورسو اه للاسف بقى لما بيطلع ايفنت زي دوت ويصوروا كلب مالوش اي علاقة بالكيني كورسو ويحطوا جنبه او اي بريد من كيني كورسو ويحطوا جنبه كاس يقولك بطن مصر حصل موقف قبل كده ان حد من 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 خاصة بالكيني كورسو بريدرز من برا اقضوا صور الكلب مالوش اي علاقة بالكيني كورسو جنبه مكتوب عليه في ايجيبت بكاسم العتبة وقالوا عليها ادي المستوى بتاع الميدل ايست ادي مستوى مصر ادي مستوى اتكلموا علينا بسبب ان هو بس كلمة ان هو راجل صعوق جاب حكم صاحبه اه يعني الراجل راييوني الكلب ده حلو جميل كلبك حلو يا زيدي وعلى عيني وعراسي لكن في الاخر في مواصفات للكلب. في حاجات تحكم فيه كتاب بيحكم. فلما يتاخد كلب مواصفاته غلط وتكتب عليها تشامين وفي ايجيبت وملبسه مداليا يا عم يقول احلى كلب في شو ده? احلى كلب في عين شمس. بس ما تجيش تقول بطل مصر. احنا كلمة بطل مصريات عشان ناخدها بنخش مسابقات ونعمل تصفيات ونخش من يعني ناس بتتعب وبتيجي ناس جميلة برضو مش قيلة مش قصدهم بنية بحسن نية بتباوز طعب الناس ديت عالميا مش في مصر بس لان في مصر الناس يعني اولمست الناس بكتفهمة مين اللي عنده كلاب حلوة مين اللي عنده كلابه اه وغضة بطولات بس برة شايفه كاس وجمه اللي بنا بحسنش كلام ده. مفيش عقس ما شو اه انا وامجل عملنا شو مع بعض ولبسنا كلب بتاع انه عليه بطل ما ما ينفعش. ممكن انه عليه بطل الايفنت ده. يعني الحمد لله ابتدى في مصر ابتدى يبقى من البلاد اللي ممكن تقول انها على الاقل لو في الميديم ايستا يبقى احد البلاد القوية فيه. اه في زي ما بولتلك فيه محترمين جدا ابتدوا ايه كلابهم تسافر برة وابتدى برينا اساني برة. ويا رب بنعرف محافظ عليها كده. وتاني يعني بقى اطلب من الناس للاي حد عايز يربي كلب اي نوع اهتم بالورق قبل ما اهتم بالكلب عشان على الاقل تضمن سلامة الكلب اللي انت بتجيبه لابنك او لنفسك. من العيوب الوراسية وان هو ان المواصفات المواصفات دي انت ما تعرفهاش. انت بس يا راجل بتقولنا الجديد. في حاكم بقى شاف لك وقال لك ان الكلب ده كايز. فالحاكم ده قام بالنيابة عنك ان هو يقيم الكلب ده ويقيم لك وتوقع لك اولاده. فيفضل طبعا ان انت تاخد ما تتديش من فروم سكراتش. وطبع زي ما بيقوله بطيخها مقفولة. لأ انت هتبدأ من حتة متطم لها وهتبني عليها. بس. طبعا في الاخر انا باشكر جروب اي جي دوك شو ان هو نورني في المزرعة واداني الفرصة الجميلة ديت. وانا شايف مجهود رائع والناس ورا الكاميرا ناس بصراحة من حد شايفهم بس وما طلعنا عينيهم يعني. فربنا يوفقكو يا رب بالتوفيق. وبصراحة حاجة مشرفة جدا 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 والمكان ما نور بيكم. اشتركوا في القناة